بسم الله الرحمن الرحيم أصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عزيزي المشاهد أتناول معك في هذه المحاضرة الثانية أهم مفهومات علم اللغة الاجتماعي والمصطلحات الشائعة في هذا العلم وأتناول في هذه المحاضرة بعض المفهومات وبعض المصطلحات مثل الحدث الخطابي والفعل الخطابي والسياق المنضوعي ومنتمع المخاطبة ومنتمع الزمالة ومنتمع اللغة والتحول اللغوي والنقلة اللغوية معرفين بهذه المصطلحات متناولين كل مصطلح على حذة كما نتحدث في هذه المحاضرة أيضا عن أنواع اللغة المتمثلة في اللغة واللغة الأنموذي واللهجات الإقليمية واللهجات الاجتماعية واللغة الهجين واللغة التخاطب المشتركة وسجل السياق معرفين بكل نوع حتى تتضح الفروق بين هذه المفاهيم والمصطلحات المختلفة ذلك أننا بحاجة إليها في دراسة هذا العلم وعادة ما تبدأ العلوم بتعريفه وتحديد مصطلحاته والمصطلح الأول الذي نبدأ بالتعريف به هو الحدث الخطابي فقد أشار إليه ديل هايمز في إطار دراسته عن أثنغرافيا للاتصال مبينا أن أفضل وسيلة لدراسة الحدث الخطابي تكون عن طريق طرحنا لأسئلة تساعدنا على فهم الواقع الاجتماعي للغة ويقترح ديل هايمز ضرورة تحديد عوامل الحدث الخطابي وتحليله وفقا لها أي وفقا لهذه العوامل وتضلخص هذه العوامل في المتكلم والمخاطب والرسالة والقناة والشفرة والموضوع والوضع ومكان الحدث وزماني ومع دراسات التي ركزت على الحدث الخطابي دراسة جورج يولي وهي قد تناولت عددا من الموضوعات من بينها الحدث الخطابي ويشير يولي إلى بعض أشكال الحدث الخطابي التي تتجلى في المناظرة والمقابلة والمداولة ومختلف أنواع النقاش وهناك مصطلح آخر ملتبس إلى حد ما وقريب إلى حد ما بمصطلح الحدث الخطابي وهو مصطلح الفعل الخطابي هذا المصطلح داخل في زمرة تحليل المخاطبة ويتصل الفعل الخطابي أساسا باستقدامات اللغة ووظيفه نحن نوظف اللغة لعدد من الأغراض ومن خلال الفعل الخطابي نستطيع أن نحدد ما إذا كانت عملية المخاطبة قد قصد منها الطلب أو السؤال أو الأمر أو مجرد تقرير لأمر واقع هذا نستطيع معرفته عن طريق الفعل الخطابي والفعل الخطابي قد ينقسم إلى فعل خطابي مباشر أو فعل خطابي غير مباشر وتتضح وظيف اللغة بالنسبة للفعل الخطابي من خلال بعض الأمثلة فقولنا هل أكلت الطعام؟ نقصد به الاستفهام وقولنا كل الطعام نقصد به الأمر وقولنا نعم أكلت الطعام المقصد به تقرير الأمر الواقع أما بالنسبة للفعل الخطابي غير المباشر مثل أن نسأل أحدهم هل تعرف فندق صحارة؟ هذا السؤال ليس المقصود منه مجرد معرفة إذا كان المخاطب يعرف ذلك الفندق إنما المقصود أن يدل المخاطب السائل على مكان الفندق أما مصطلح السياق الموضوعي فقد اهتم به فيرث وفيرث كان قد تأثر بأفكار مالينوفيسكي الذي يرى ضرورة الربط بين النص والسياق وقد عبر مالينوفيسكي عن أهمية السياق بقوله في غياب السياق يبقى النص شطرا مبطورا عن الحقيق قد أورد فيرث بعض التفاصيل عن السياق تتلخص في الاهتمام ب أولا العناصر الذات السلة بالأشخاص المشاركين في عملية المخاطبة وهي تجتمل على الفعل الخطابي والفعل غير الخطابي ثانيا الأشياء أو الموضوعات المعنية بالمخاطبة ثالثا الأثر الذي يحدثه الفعل الخطابي وتحليل الخطابة المخاطبة أو الخطاب على هذا النحر يجعلنا نحيط بشخصها وأفعالها المستهدفة وآثارها ومالينوفيسكي هذا الذي تأثر به فيرث كان قد ذهب ليجري دراسة على بعض الهنود الحمر في منطقة حود الأمازون فسجل بعض الأشياء وعندما أتى لتحليلها وجد أنه في غياب تسجيل الظروف التي تم فيها ذلك الخطاب لا تعني شيئا لذلك اهتم مالينوفيسكي بأمر السياق وجاء من بعده فيرث في ضوء هذه العناصر التي تكلمنا عنها آنفا أما مجتمع المخاطبة فيعرفه جوريولي بأنه جماعة من الناس يشتركون في مجموعة من العراف والمعايير والتوقعات المتصلة باستخدام اللغة كذلك يعرف بلونفيلد مجتمع المخاطبة بأنه مجموعة من الناس يتواصلون بلغة ما وأن أصل مجتمع المخاطبة هو التواصل والتفاعل يعني إذا لم يتحقق التواصل والتفاعل بين أفراد مجتمع المخاطبة فهذا لا يعد مجتمع مخاطبة فالأصل فيها أن يتم التواصل والتفاعل فهم مجموعة من الناس يتواصلون بلغة ما ويفهمون بعضهم بعضا بطريقة جيدة هذا المجتمع أعني مجتمع المخاطبة قد يتسع ليشمل كل مناحي الحياة الاجتماعية ومراشدة ولما كان المرتقص الرئيس لمجتمع المخاطبة هو الجماعة فقد تتكون هذه الجماعة من عدة مئات أو تكبر فتشمل مئات الملايين وقد تتداخل المجموعات بحيث ينتمي الفرد إلى عدة جماعات اجتماعية وفئوية ومهنية ودينية في ذات الوقت وقد يكون مجتمع المخاطبة بسيطا مثل عدد محدود من الناس يتحدثون لغة غبيلة معينة يتم التخاطب بها في رقعة جغرافية محددة وإطال الاجتماعي ضيق وقد يكون مجتمع المخاطبة بعقدا تستخدم فيه عدة مستويات من اللغة مثل اللغة المختارة الفصحى واللغة المختارة الدارية واللغة الاغليمية المختارة واللغة ما دون المختارة واللهجة المحلية فمجتمع المخاطبة يتراوح بين البسيط والمعقد من أمثلة مجتمع المخاطبة المعقد ما نجده إذا نظرنا إلى مجتمعات مخاطبة مختلفة تتحدث باللغة الإنجليزية فأهل يوركشير في إنجلطرة يتحدثون الإنجليزية وكذلك الأستراليون والأمريكان لكننا نجد اختلافات واضحة في التفاعل اللغوي بين إنجليزيين من أهل يوركشير وأستراليين من سيدني فمستوى الفهم والتفاهم بين المنتمين لتلك المجتمعات المختلفة متباين فلا نتصور أن يفهم أهل سيدني لهجة يوركشير ولا أن يفهم أهل كلكتة في الهند من الناطقين باللغة الإنجليزية أهل ليغوس في نيجيريا رغم أنك ليهما يستخدم اللغة الإنجليزية ولكن على الرغم من ذلك فلا بد من توفر القدر المناسب من الفهم والتفاهم بين متحدثي تلك النوعيات المختلفة وإلا خرج الأمر عن دائرة الفهم المتبادل الذي يعد المعيار الرئيس الذي يربط بين متحدثي اللغة الواحد وبدون هذا الفهم لا يكون هناك اتصال من بين المصرحات التي نتناولها أيضا بالتعريف في هذه المحاضرة مصطلح مجتمع الزمالة وهو مصطلح أقرب إلى مفهوم الجماعة المهنية أو الفئوية أو الجماعة الدينية وهي يماعة تختص بسجل سياقي معلوم يستقدم أفرادها في التواصل اللغة المتعارفة عليه بينهم والذي يميزهم عن سواهم يعني على سبيل المثال تجد العسكريين لهم لغة سجل سياقي عبارات محددة يستخدم الأفراد في التواصل بينهم كذلك الأطباء والمهندسين فمجتمعات الزمالة تتركز بصورة أساسية في مجالات العمل المهني أو الاتماء الفئوي مثل بحارة وعمال المصانع والمنائم ونقابات الأطباء وغيرهم من هذه الجماعات المهنية المختلفة هذه التصنيفات الفئوية لا تمنعنا من اعتبار بعض الجماعات الأخرى ومجتمعات زمالة مثل الجماعات العمرية صبيان في عمر محدد في العشرينات أو الثلاثينات أو أطفال دون سن العاشرة أو جماعات الرفاق أو المريدين الذين ينتمون لطريقة صوفية كما هو الحال في السودان وبعض الدول الإسلامية الأخرى فالطريقة التي يتعامل بها الصوفية مع الشيوخ هذا عرف اجتماعي معروف لديهم الألفاظ التي يتحدثونها المصطلحات التي يستخدمونها هذا لا يمنعنا من أن نعد جماعات المريدين من مجتمعات الزمالة يقتضي الأمر أحيانا من مجتمعات الزمالة أن يتخذ أفرادها لغة سرية لا يفهمها شخص غيرهم هذا من باب الحيط والحذر وحرصا من أفراد مجتمع الزمالة على جعل هذه اللغة وسيلة تربط بينهم دون سواهم وأفضل مثال لذلك لغة الشماسة أعني أبناء الشوارع هذه اللغة يطلقون عليها لفظة الرندوق عندنا في السودان وإن كان بعض مفردات لغتهم وجدت سبيلا إلى عمية المستقدمة في المدن السوداني هذه اللغة التي تكلمها الشماسة أي أبناء الشوارع قد يستخدمونها في التخطيط للجريمة وقد يتحدثون بها على مسمع من رجال الشرطة واثقين من أن أحدا لن يفهمهم فدائما لغة مجتمعات الزمالة هي لغة لا يفهمها إلا أفراد مجتمع الزمالة المعني وهناك مصطلح آخر وهو مصطلح مجتمع اللغة فهذا المجتمع أكبر من كل المجتمعات الأخرى التي سبقت إشارتنا إليها وهو يضم جميع تلك المجتمعات بأشكالها المختلفة ومجتمع اللغة هو الأشمل لاتصاله بجميع مهارات اللغة ولضمه جميع نوعياته ففي الوقت الذي يعتمد مجتمع المخاطبة على مهاراته لاستماع والحديث نجد مجتمع اللغة يعتمد على جميع المهارات اللغوية أعني مجتمع الزمالة وليس مجتمع اللغة فمجتمع اللغة أكبر من كل المجتمعات الأخرى التي سبقت الإشارة إليها وهو يضم جميع تلك المجتمعات ومجتمع اللغة هو الأشمل لاتصاله بجميع مهارات اللغة ولضمه جميع نوعياته ففي الوقت الذي يعتمد مجتمع الزمالة على مهارتين الاستماع والحديث أي لا كتابة فيه ولا قراءة فيه فإن مجتمع اللغة يعتمد على جميع المهارات اللغوية من استماع وحديث وقراءة وكتابة وبذلك تتسع دوائر مجتمع اللغة ويكبر عدد المنتسبين إليها فمجتمع اللغة العربية الذي يحمل في داخله مجتمع المخاطبة الخاص باللغة العربية يتسع لكل أشكال المخاطبة باللغة العربية والحديث عن مجتمع المخاطبة المعقد نشير إليه بمثال عن أحد أبناء الباري من السودان الجنوبي ولد في جبا ونشأ فيها ثم انتقل إلى خرطوم مستقرا بها لفترة ثم ملتحقا بالتعليم الجامعي فمن بين تلك التعقيدات أن هذا الشاب ينتمي إلى المجتمع الخطابي لمتحدثي لغة البارية وهو ينتمي أيضا إلى المجتمع الخطابي لمتحدثي عربي جبا كما ينتمي إلى المجتمع الخطابي لعربية أم درمان لهجة أم درمان كما أنه ينتمي إلى مجتمع اللغة العربية الفصعة حيث أنه تعلم قدراً من اللغة العربية الفصحة في المدارس وهو كذلك ينتمي إلى مجتمع اللغة الإنجليزية التي تعلم قدراً منها كما ينتمي إلى واحد من مجتمعات الزمالة ربما يكون طبيباً أو مهندساً أو غير ذلك بحسب فئته العمرية والجماعة المهنية التي ينتمي إليها أو الجماعة الرياضية أو الفنية كأن يكون مشجعاً لفريق الرياضين أو لفنان بعيني وهناك مصطلح آخر وهو مصطلح التحول اللغوي فهو يدخل في إطار الثنائية اللغوية والتعددية اللغوية إذ لا توجد أحادية لغوية مطلقة أصلاً إذ إن كل لغة عبارة عن عدد من النوعيات اللغوية فاللغة العربية فيها مستويان مستوى الفصح والمستوى العام فهذه الثنائية اللغوية والتحول اللغوي هو الانتقال من استخدام لغة ما إلى لغة أخرى أو من استخدام نوعية ما من نوعيات نفس اللغة إلى نوعية أخرى بحسب مقتضيات الحال إمام المسجد الذي يتحدث معك خارج أبواب المسجد بلهجة عامية عندما يصعد على المنبر يتحدث معك بلغة أخرى فرضى عليه الموقع وكلاهما لغة عربية فهذا يعني تحول لغوي من استخدام إلى استخدام آخر من نوعيات اللغة بحسب ما يقتضيه الحال التحول اللغوي ليس بالضرورة بين لغة ولغة أخرى بين نفس النوعية أو بين نوعية من لغة ونوعية أخرى من نفس اللغة فقد يكون التحول ما بين لغة ولغة أخرى كان نتحول من الحديث بالعربية للإنجليزية أو من العربية إلى الفرنسية أو من الفرنسية للعربية أو أن نتحول بين نوعيتين من نفس اللغة بين الفصحة والعامية وتكثر هذه الظاهرة في الوطن العربي لا سيما بين المثقفين في إطار اللغة الوحيد أي ظاهرة التحول اللغوي أما التحول من لغة إلى أخرى يكثر بين الذين تلقوا تعليماً أوروبياً حيث تكون العربية طرفاً واللغة الأوروبية طرفاً آخر أما النقلة اللغوية فتشبه التحول اللغوي من حيث أنك ليهما ثنائية لغوية غير أن الفرق النقلة اللغوية عادة ما تتصل بالجماعات أو المجتمعات بينما يكون الفرق هو موضوع التحول اللغوي وأما بالنسبة للنقلة اللغوية فنجد أن جماعة بعينها أو فئة عمرية محددة هي التي تخضع له أو لها فعلى ثبيل المثال فالمهاجرون الذين تضطرهم ظروف الحياة للهجرة ولا عيش وسط جماعة تتفوق عليهم اقتصادياً أو اجتماعياً أو عددياً نجدهم يضطرون لاستخدام لغة الموطن الجديد ويبتعدون تدريجياً عن لغتهم الأصلية ويتجهون لغة الموطن الجديد وغالباً ما تكتمل النقلة اللغوية لدى جيل أبناء المهاجرين أما اللغة فلا توجد في شكل واحد وإنما هي متعددة ومتنوعة وتعرف أشكالها المتعددة بالنوعية وهنا خصائص تتصف بها كل لغة وهي كبر حجمها واتساعدة المستخدمين لها ثانياً المكان المرموق والمضع المتميز للغة مقاراة باللهجات الأمر الثالث الذي يميز اللغة هو الفهم المتبادل بين متحدثيه وهناك مصطرح آخر وهو اللغة الأنموذي وهي اللغة التي تستخدم في التخاطب وفي الحياة اليومية بين القطاعات المجتمعية المختلفة بسبب تفوق متحدثيها اقتصادياً أو إدارياً أو اجتماعياً أو بسبب تميز الموقع اليغرافي لمتحدثيها وليس بالضرورة أن تكون اللغة الأنموذج هي التي يتحدثها غالبية الناس بوصفها لغة أم ولكنها غالباً ما تكون أكثر اللغات أو اللهجات تأثيراً ليس فقط على متحدثيها وأهل منطقتها بل على من حولهم على سبيل المثال لغة أهل لندن أو عربية مدرمان فرضت نفسها على أهل السودان أو عربية القاهرة التي فرضت نفسها على أهل مصر أو عربية جوبا وهي اللغة المختارة التي فرضت نفسها على أهل الجنوب فجعلتهم يتحدثونها لغة مختارة أو ما يسمى في المصطلح بلينجوا فرانك ومن أهم المطلوبات التي تتمهد لجعل لغة ما لغة أموذج أولاً أن تصبح لغة مشتركة للتخاطب ولا بد أن تمر اللغة الأنموذج بمراحل وهي الاختيار يختارها الناس وذلك جهد مجتمعي وثاني هي التقنين مرحلة ثانية وهو جهد رسمي تتخذها الدولة والأمر الثالث توسيع الوظائف وهو جهد رسمي والمرحلة الأخيرة من هذه المراحل لتحويل اللغة إلى لغة أموذج هو القبول أن تجد قبولاً من المجتمع وذلك جهد مجتمعي أما اللهجات الإقليمية ففي إطار اللغة الواسع توجد عدد من النوعيات أو الاستخدامات اللغوية التي ترتبط بمناطق جغرافية أو أقاليم محددة يستخدمهم سكانها ويميزهم عن سواهم وارتبطت دراسة اللهجات بالأرياف والمناطق الإقليمية كما ارتبطت اللهجات في الدراسات اللغوية العربية بالقبائل حيث عرفت اللهجات في الدراسات اللغوية العربية بالقبائل بأسماء قبائل متحدثية كلغة طميم وطيوة إلى غير ذلك من اللغات التي أشار إلي علماء اللغة وهناك عوامل تؤثر في اكتساب اللهجات وتوزيعها ومن بينها المهنة والنوع والمستوى التعليمي والمكان الاقتصادية وتلعب العزلة جغرافية كانت أو اجتماعية دورا هاما في تشكيل اللهجات الاكتماعية وكذلك كان النوع عاملا هاما من عوامل التباين الاكتماعي فأصبح للمرأة التي تعيش بمعزن علام الرجال لغتها الخاصة بها وهي تعد لهجة اكتماعية فاللغة التي تحدثها نساء السودان تعد لهجة اكتماعية وهناك الرطانة وهي مقارنة بالنوعيات اللغوية الأخرى أدنى مرتبة وهي تتولد نتيجة الاحتكاك والتواصل اللغوي بين جماعات مختلفة تتحدث لغات متباينة وتحتاج للحد الأدنى من الاتصاد الذي يمكن هذه الجماعات من التواصل وقضاء الحوائج في نطاق ضيق مثل قيام بالخدمة المنزلية أو الأعمال اليومية أو الموسمية في الزراعة فمحدثون اللغات المختلفة الذين يشاركون في هذه الأعمال يحلصون على استخدام لغات ملاصية فيما بينهم ومع أسرهم ومعارفهم خارج نطاق العمل وأما في نطاق العمل فهم يستخدمون الرطانة وهي تفي بالغرض الذي جمع بينهم ومن أهم خصائص الرطانة أنها ليست بلغة أم لأي من المتحدثية وهي تنتج عن تداخل بين لغتين أو أكثر وتتصم بالبساطة والاكتفاء بالحد الأدنى من القواعد أما اللغة الهاجين فهي تطور للرطانة قد يحدث بمرور الزمن وتحت ظروف اجتماعية معينة وبينما نجد أن الرطانة ليست هي اللغة الأم لأي من متحدثيها نجد أن اللغة الهاجين قد تتبوأ مقام اللغة الأولى فإذا تزوج شخصان يتحدثان لغتين مختلفتين ولكنهما في ذات الوقت يتحدثان رطانة هي بمثابة اللغة المشتركة التي تربط بينها فالأطفال الذين يولدون في تلك الأسرة سوف يتحدثون بهذه الرطانة فتصبح لغة أولى بالنسبة لهم وتبرز من بين الرطانات واللغات الهاجين إحدى اللغات الواسعة الانتشار فتشرع المجتمعات المختلفة في استخدامها بوصفها لغة مشترك تخدم أغراض ضرورية في مجال أو في عدة مجالات كالتجارة والتعليم والدين والإدارة وهي تختلف عن النوعيات الأخرى في أنها تخدم مجتمعات مختلفة ومناطق جغرافية متعددة أو ربما عدة أقطار ومن أمثلة لغة التخاطب المشتركة اللاتينية التي كانت تستخدم في عدد من الأقطار الأوروبية ومن أمثلة ذلك اللغة العربية والملاوية والسواحيلية ولغة الهوسة أما سجل السياق فهو السياق الذي يتم في إطار استخدام نوعية معينة من نوعيات اللغة وتتميز هذه النوعية باستخدام قاموس محدد ولا ربما تراكيب لغوية خاصة في مجال ثقافي أو مهني أو اجتماعي أو اقتصادي أو رياضي معلوم وكثيرا ما نجد أن الأفكار الجديدة تأتي باستخدامات لغوية جديدة في شكل مصطلحات وقد تكون هذه المصطلحات بل هذه النوعيات في شكل لغات خاصة تتصل بالطب أو الإعلان أو الخدمة العسكرية أو كرة القدم بهذا نكون قد تكلمنا عن عدد من المصطلحات المتعلقة بعلم اللغة الاجتماعي وبعض المفاهيم التي تعين آملينا أن نكون قد وفقنا في ذلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة